بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم النهاردة بامر الله هنقدم مجربة مفيدة المجربة دي بتعالج مشكلة بتقل الجميع انا عن حالي فكرت فيها كتير قدمت مجربة قبل كده فيها ولكن يعني يعني احنا عاوزين نقدم اكتر من من شيء كتير بيسألوا فيها خاصة ان المشكلة ديت او المشكلة نفسها بتظهر كتير عند بناتنا او عند النساء الحوامل فالمشكلة اللي هي الخطوط اللي بتظهر في منطقة البطن واحيانا بتظهر عند الامور العادية بيسموها الخطوط البيضاء او الخطوط او في بدايتها ان ممكن تكون لونها احمر او لونها بيدي البنفسيجي هي بتختلف من جسم الاخر ومن انسان لاخر ومشكلة الخطوط ديت مش عند النساء فقط او الفتيات فقط لكن بعض الشباب في مراحل معينة خاصة في فطرة المراقق او السن او الانسان لما بتعرض يكون يبقى في سمنة او وتروح او او الكلام ده تطورات الجسم فبس العملية احنا عندنا في العامية كنا بنقول عليها جسم مفتح تفتيح الجسم لكن انا بيقول شقوقات جلدة ايا كانت فيه اسماء حسب المناطق ولكن هي في الغالب الاسم الدرج بتاعها اللي هي الخطوط البيضاء والخطوط البيضاء اصلها كانت خطوط حمراء زي ما قلت في الحلقة السابقة العلاج بتاعها هنا اه علاج يعني احنا هنركز فيه شوية وانا اتكلمت عن عنصر من عناصره في حلقات سابقة وهنتكلم عنه كتير وهنستمر مع بعض كتير نظرا لأهميته وفيديته واحنا بنحيش اه الناس كتير بعدو عنه اللي انا هعمله النهاردة هو شبيه بالعنص او مكون الفزلين ولكن هنا او الفزلين اللي هو ايه احنا عندنا في العامية في المناطق بين ايه علي فزلين في ايه حلقات سابعة انا ممكن او الفزلين لكن اسمه العلمي او الاسم اللي هو التجاري فزلين تمام اه اه الفزلين او الفزلين اللي هو الصناعي اللي هو مش طبيعي اللي هو دوت ده بنقول عليه فزلين هو اصله من اه شمع البرافين كهو يعتبر منتج منتج بترولي منتج من مشتقات البترول منتج من مشتقات البترول وده نمرأ واحد يعني خلاصة خلاصة الفزلين ده هو ارقى انواع الفزلين يعني منه درجات اقل ده ممكن يستخدم استخدامات ظاهرية للجلد والبشرة واستخدم في بعض اضافات ولكن ما هوش مفيد بالدرجة الكاملة احنا هنا هنتعلم ازاي نعمل الطبيعي المنزلي المفيد يعني انت تحس انك انت عندك كنز في البيت كنز في البيت يعني فيه مشاكل كتيرة بيعالجها الموضوع بتاعنا بتاع النهاردة ده هنا بينفع في موضوع تكشير البشرة في كعنصر اضافي ولكن في حالات كتير في بشرات كتير في بعض الاشخاص بيتأثروا منه لكن بينفع مع بعض الاخر هنقول له شكرا منك خليك كده هنتكلم عن موضوعنا بتاع النهاردة موضوع بتاع النهاردة بيتكون من عنصرين اتنين مكونين اتنين اول مكون فيهم اللي هو دوت اللي هو شامع ايه النحل بعض الناس يتقول له يعني ايه شنو شنو شمع النحل يعني يهو شامع النحل ايه هو شامع النحل يا جماعة باختصار سريع هو الجدران جدران البرواز ممكن لو في صورة متوفرة اه هنبقى النزلة البرواز البرواز هو عبارة عن اطار خشبي داخله حواجز معينة بسيطة رقيقة وبنضع بيبقى فيه طبقة من الشامع دوت طبقة رقيقة جدا ده بالنسبة للمناحل اللي هي اللي احنا بتتعامل لكن المناحل الطبيعية الناحل بيجي طبيعته من الله بيكونه بيعمل خلايا الخلايا السوداسية اللي احنا عارفين شكلها ديت ودي بيعتبر الخزائن او الاوعية او يعني هنقول الدوليب او دولاب او خزنة زي اللي في البيت اللي بيحفظ فيها كل شيء بينتجه النحل يبقى هي الاوعية اللي بيحفظ فيها النحل كل منتجاته الا منتج واحد ده بينتج بيبقى لحاله واحيانا بيبقى قريب منه النهاردة العسل بيبقى بيكون النحل بيضعه داخل الخلايا اللي بيعملها بيفرزها النحل اللي بيعملها من الشام حبوب اللقاح نفس الشيء وانت حتى لو بصنا في البرواز بتلاقي فيه اجزاء فيها حبوب اللقاح واجزاء فيها عسل واجزاء فيها بيض النحل نفسه واجزاء الخلايا ديت فيها غزاء الملكات غزاء كذا كذا اه كل منتجات النحل هو بيضعه فيه فهو هنا عاملها الله سبحانه وتعالى اعطاله المقدرة ان هي تتعامل من عناصر مفيدة جدا انا لو عشان نتكلم على الشامع الحاله ممكن نقعد نحكي اسبوع كامل على فويده ليه؟ الجسم للقلب للمعدة للبشرة للسعال دي كلها حلقات هنتكلم فيها لكن انا هتكلم عنه النهاردة في مشكلة الخطوط البيضاء فقط ازاي انا اعمل دهان او فازلين او كريم ايا كان هو ولكن هو لو بصنا له لحاله هنحس هو هو لو جينا نتكلم بعد كيف الحلقات القادمة هقول لك الفازلين البلدي المنزلي نفتكر الاسم علشان ما ننساش لانه ممكن نستعمله مع مجربات تانية ونضيف له عناصر اخرى هنا هنعمله بزيت الزيتون في حالة علاج الخطوط البيضاء او تفتيح الجسم بالنسبة للحوامل انا مش يعني لا 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 تقول لي بقى مش متوفر عندي ولا اي زيت اعلى من زيت الزيتون ولا اقل منه يبقى هنا العنصر التاني معنا زيت الزيتون النسب بتاعته علشان يطلع معنا بشكل جميل ونعرف ناستفاد منه النسب نركز كويس قوي لان بعض الناس بيدخل يقول لك ايه شامع مش عارف ايه بقى ناس اقول لك شامع البرافين شامع البرافين يا جماعة هو بيطلع لك الفازلين وازا كان شامع البرافين درجة اولى هو يطلع لك فازلين درجة اولى اقل هو مالوش فايدة هو عبارة عن عنصر حامل مهيئ بيديك شكل معين بينضيف معاه مواده عشان هو يشيلها لكن مش زي ده الشامع الشامع للاحنا زي ما اتكلمنا المقدار بتاعه هيكون ربع المقدار الكمية لا يزيد ولا يقل ازا زاد هنلاقي الكريم بتاعنا فيه اه صلابة وازا قل هنلاقي سيولة لكن انا لو بصيت للمنتج اللي انا عامله هنا بقى ان كان بالقول انا عامل اهوات منزلي عامله النهاردة والله ولسه زي ما هو على حاله زي ما عملته اه وزي ما نفزته بالزبط نفس الشيء وهطلع قطع منه الوقت ونشوفها فيبقى هنا لو انا حطيت ميت جرام شمع نحل ميت جرام شمع نحل ده وبنجيبه من عند النحلين يفضل 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 تجيبه من عند النحلين بيطبيب باع قطع كده لكن خلاف كده لو مش متوفر في ده المكان المنطقة اللي انت فيها ممكن بتجيبه من اه محلات عطارة موصوب فيها حتى لا يكون مخشوش بشمع برافين فرق كتير انا بنقول هوات علشان نبقى فهمين تمام الزيت الزيت هو يبقى ثلاث مقادير يعني انا لو عملت ميت جرام يبقى تلتميت جرام من زيت الزيتون طب لو خدت ملعقة واحدة ملعقة من ده يبقى مقابل لسلاس ملاق من زيت الزيتون نبقى عمله في حمام ماء ساخن ساموه حمام مريم في منطقة المغرب العربي وفي بعض دول كتير بيسموه حمام مريم يعني لو انا هعمل في اناء زي ده اناء زجاجي زي ده بجيب اناء اكبر منه معدني طبعا بحاول دايماً اي زيوت مزيتش درجة الحرارة عن خمسين عن خمسين درجة مقوية الحلقة السابقة انا قدمت جهاز واتكلمت عنه بس طبعاً هي اللي عاوز أرجع لها في الحلقة السابقة اللي هو جهاز الحراري اللي هم نفيه فيه ضبط حراري لدرجة الحرارة اللي هي مزيتش عاوز عشرين تلاتين خمسين سبعين انت بتزبط سر مستاذ بتاعتك بيديك على درجة الحرارة ساعة زي المكوى زي المكوة اللي عادية الكهرباء. انت عاوز تيك وقط بتعمل نفس الشيء. فده الجهاز ده ممكن تشوفه في الحلقة اللي سابقة. عاوز نعمل في البيت. بنعمل في حمام ماء ساخن. وعلى نار هادية. بنبدأ ندفي الزيت. مجرد ما احس ان الزيت الزيتون بدأ يبقى دافي. بضع مقدار الشمع اضيفه اليه. مع التقليب المستمر. نركز مع بعض. تقليب مستمر. تقليب مستمر. لغاية لما يتم انصهار ايه الشمع مع الزيت. قالب جيدا. لو امكن. لا انا بقول لو امكن. يكون نضع بضع نقاط من زيت الارفة لو متوفر عندنا يبقى كويس. مش متوفر عندنا زيت الارفة. يعني بلاش ان احنا نقول طب نستعمل ايه طب ايه البديل? البديل لو جينا نتكلم هنا هنقول اللي هو الارفة المطحونة بودر فانا يخايف ان احنا نضعها ممكن ما يكونش حد طحانة كويس او فيها بعض الخشانة. فتسبب مشكلة لما بنيجي نستعمله فاحنا مش مقاشر. فنيجي نضعها تبقى تسبب مشكلة. فازا ما توفرتش ممكن يستغنى عن اه ازا ما توفرش زيت الارفة ممكن يستغنى عنه. مع التقليب الجيد وهو ساخن ببدأ اضيف ماء من الساخن ده ملعقة الى ملعقتين. يعني ملعقة من الشمع. وتلات ملاق من الزيت ممكن اضيف لهم ملعقة من الماء الساخن ملعقة. ملعقة ماء مع الزيت والشمع. ايوة. ايوة معاه. وباجي اقلبه جيدا بالملعقة العادية. بعد ما يتم التقليب في مضرب البيض عندنا في البيت. في بعض المعامل بنستخدم حاجات تانية. لكن انا بنبسط الامر. مضرب البيض اللي هو السلكي ده. بنفضل نديله كمية من التقليب اللي هو المضرب الكهرابي ده. نفضل نديله نقلبه بالمضرب هيتحول من الشكل الزيتي للشكل اللي هو الكريمي اللي انا هوريه لكم ده. اللي هو ده. طبعا هو فزلين هو. بس فزلين نباتي طبيعي. مية في المية. طريقة الاستعمال. الديهان يومي. صباحا ومساءا. طب مش اقدر صباحا انا فيه اه مسلا حد بيشتغل موظف او كلام من دوت ربنا او يوم. ممكن ادهن مساء قبل النوم وما اغسلوش ها للصبح. وبعد ما تقبل. باعطي على المنطقة مسلا انا عندي تفتحات او فيه خطوط في منطقة الرقبة. باجي بقطعة ضعيفة بمقدار بسيط مش كتير يعني مسح مسح خفيف عليه. ما تقلش هو المهم ان هو تنزل طبقة على الجلد واسبها شوية هتمتص. ومجرد ان هي متصت بتدي بقى مفعولها مع الجلد. يعني فيه الشامع فيه فوائد من ضمن فوائده انه بنشط انتاج او بنشط يعني خلايا الجلد بنشط الدورة الدموية في الجلد. فيه فيتامينات بيحتوي على فيتامين الف بيحتوي على عناصر مكوية جدا ومنشطة لخلايا الجلد فهنا الجلد لما كون الخلايا فيه ناشطة والدورة دموية ناشطة بيحصل اعمالية بناء وتجديد للمنطقة المصابة لان يعتبر ديات زي منطقة ضعيفة في الجلد اصابها تلف. طبعا موضوع العلاج بتاعه مش بيظهر في ايام بسيطة هو اقل لفترة يبدأ الظهور فيها من حوالي يعني يبدأ تظهر نتيجة من حوالي اسبوعين ده خاصة ازا كانت خطوط بيضاء. اما في البداية مجرد ما في بداية ظهور الخطوط ديت. لو استعملنا العلاج بتاعنا هيكون الشفاء منه سريع. اه طبعا انا كده قدمت كده قدمت الهلاء. بالنسبة ليه? انا احتفظ به في برطمان زي الشكل ده مسلا. يا جماعة خيص يعني انا لو اشتريته او اي حاجة من اللي تجيني في البيت احافظ عليه وكون مكسره معقب واحتفظ به خارج التلاجع عادي او لو احنا في مناطق حارة واعاوزا يبقى في طبيعته بنمكن نحتفظ به في المبر التحت. هو الى اللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.